مع قضايا المجتمع من خلال هذا النادي الوطني هي ميدياله الزخم اللي في الشارع بالضبط فانت مكونات القوى النعمة بتاعتك عندك نادي بحجمه وقيمة النادي الاهلي والعمق بتاعت تأثيره في المزاج الشعب العربي ودي نقطة شديدة الاهمية والله ولما يبقى الاهلي والزمالك لاتنين اتنين كلاسيكو مشهورين ليوم ترتيب عالمي ما في دولة عربية شقيقة والكل له كل الاحترام والتأدير يملك ديربي مصنف عالميا في تأثيره الجماهيري زي الاهل والزمالك مش موجودة ده من زخم الكرة المصرية وقيمتها عشان كده ناخد بالنا ان احنا بنفقد حاجة لها قيمة كبيرة جدا ومؤثرة في الصورة العامة والقوى النعمة المصرية برا قديك دليل على اهمية ان يظل هذا الديربي قوي وموجود الماتش بتاع نهاء الكأس بين الزمالك وبرامد كان المزاج العام للشرع المصري اهلوية وزمالكوية عايزين مين يكسبوا الزمالك ليه للنقطة اللي انت بتقولها دي الجماهيري هم عارفين في الآخر ان مسئولية التحكم فيه مزاج هذا الشعب داخليا وخارجيا وقيمة الكور مصرية ان الاتنين دول هم المفاتيح عندهم الاهل بنصب اكتر الزمالك بهذا التواجد والحضور مهما يعني حتى لما كان الاهل يضعف ها والزمالك يقوى كان الناس يقول ايه ده ماتش بره الحسابات ايه نفس الشيء دلوقتي بيتقال والاهلي صاحب الحصول يجي زمالك في النص يروح خابط ماتش اه قوي ويكسب بيبطولة اه انا موجود انا موجود رغم ان انا الناس مش شايفة اه ظروف ايه موجود بايه بكل الاستدعاءات دي الاستدعاءات اللي انا بقولك عليها دي اه ومن مصلحة الرياض المصرية عنده محزون ان يظل هذا الامر قائم ويظل هذا القائم مش مش مصنع مش ان احنا نفتعله يعني انت بلاد شغل بقى ان احنا نعمل التوازنات ونعمل من ده مش هيحقق شيء سيب الناديين ها ينطلق زي ما كانوا وهم حيعفوك من كل المحاول هتجد الدنيا مهاش هزام هي وقيمة الدربي موجودة رغم انه ممكن الدول المحيطة بتستقطب نجوب العالم كلها لكن الحالة الحميمية احنا مية وعش مية وعشرة ولا مية وخمساشر مليون يعني احنا موجودين داخل وخارج مصر بكل بكل العلاقات اللي بنعملها ها يعني لو عشرة مليون مصري موجودين في بلد هم معهم عشرة مليون صديق في البلد دي طبعا والعشرة مليون صديق معهم خمسة مليون معهم برضو هتبص تلاقي انك لا انت مؤسر حتى خارج خارج محيطك اذا هذه القيمة لشعبية الكرة لازم تلفت الانتباه لاهمية القوى النعمة المصرية الكنز اللي موجود متمثل فيه وده مش تسكية للأهل ده حرصا على مصر يعني ده لمصر لا للأهل لما يبقى عندك نادي يصنف عالميا انه الاكثر تتويجا بالبطولات في كرة القدم المتنوعة عبر التاريخ النادي الأهل لما يكون عنده تصنيف عالمي يسبق اندية كبيرة جدا في حجم المتابعة والتفاعل عبر وسائط الاعلام الحديث الدول فورسا يدام جماهيره هو لما الاسبوع اللي فات ده يعلن ان الاهل تالت الاندية في حصاد السنة الكاملة من اكتوبر السنة اللي فاتت لاكتوبر السنة دي وبيتكتب وصاد الاهل في كل صحف ومواقع العالم اهل ايجبت اذا انت عندك نموذج بيمثل قوة نعمة حقيقية اهو نمبر سري اهو تفضلوا الاهل ايجبت انتو هتلاقوا الاولاني منشستر سيتي انجلترا هتلاقي ريال مدريد اسبانيا الاهل ايجبت مش بس الاهل ايجبت اصداد زبراهيم بقى خد بالك تأثيره لما تقرأ اتحاد الاوروبي اتحاد الاوروبي والاتحاد الافريق اهو مين اللي حط الاتحاد الافريقي في هذه المقدمة اهو من اللي حط مصر اعشان برضو من اللي حط مصر قبله كل الدول الكبيرة اللي بعدين للناس اللي عملا برضو تعرقل وتضع الصعوبات في سكته يا جماعة كل الناس سيبوا مش عاد منكم حاجة غير انكم سيبوه يشتغل وياخد حقه لانه لما بيشتغل وبياخد حقه اول حاجة هيشيع البهجة والسعادة في الشارع المصري ودي لا تخفى على احد هيعد البصلة المزاج العام ويحطك في المكانة لا تخفى على احد هيحطك في المكانة العربية اللي لائق بيك ودي لا تخفى على احد النهاردة كل دولة عربية لما بتتسبق على ان يتقدم للاتحاد المصري عروض لاستضافة السوبر المصري مرة في بوزابي مرة في دبي مرة في جدة مرة في الكويت كل الدولة العربية اللي استضافت مباريات مصرية ده السبب ايه؟ شعبية الاهل وشعبية الزمالك لانك وانت بنت تتكلم لا تنكر شعبية الزمالك اللي بيمثل مع الاهلي النموزج الاعلى في الشرق الاوسط في حجم الشعبية كلام ده كله بمناسبة الكلمة اللي قالها روي فيتوريا ان الكرة المصرية تستحق حضور جماهيري اكتر وانا شايف ان الراجل ده بيشتغل ب نوع من الاخلاص والرغبة في انه يقدم تجربة قويسة اول واحد تشعر مهما اختلفنا مع بعض الامور ارى قراراته الفنية دي حاجة لكن بيتشعر انه فعلا نيته يعمل حاجة ايه للكرة المصرية اتمنى انه كل اللي احنا قلناه في محاولة للوصول الى سبب حقيقي يعيد الجمهور للمدرجات بكسافة شديدة كما كانت ويعيد البهجة لكرة القدم واجواء ويساعد فعلا في الحالة العامة نكون قدرنا نقدم رؤية هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مدخب شعل اهلي